في ظل الحوادث التي تشهدها ترابلوس والتحذير من اغتيالات جديدة يرى رئيس جبهة النضال الوطني نائب وليد جملاط أن المرحلة التي دخلتها البلاد أصعب من مرحلة ما بعد 2005 حين بدأ مسلسل الاغتيالات والإملاء بالقوة للتمديد للرئيس السابق إميل لحود مثنيان على جهود الجيش اللبناني لضبط الوضع الأمني عنوان ترابلوس أن سياسة النائع النفس أصبحت ممنوعة على الحكومة اللبنانية يريدون أن تكون الحكومة منحازة مطلقا للسياسة السورية والطريقة التي تصرف فيها الأمن العامي طريقة غبية كان يمكن إرسال إيناب قضائية حضريا إلى السيد المولوي ومساءلته بدل هذا الفخ الذي نصب إليه عند مكتب الصفدي والطريقة الثانية حول ما يسمى الشبكة الإرهابية الأردني الذي صدر من إيران إلى سوريا ومن سوريا إلى لبنان تذكرنا بفتح الإسلام بشكل عبسي والطريقة الثالثة عندما اعتدوا على المواطن من آل العطي في مستشفى كاد أن يوتل علاقات بين قطر و لبنان يذكر جنبلاط بأن النظام السوري افتعى على حروبا واختيالات عدة في لبنان مشيرا إلى أن هذا النظام يشعر اليوم من راحة لأن مهمة كوفي أنان في مأزق يريد أن يكون لبنان ملحق وأتت التعليمات يعني عند الكلام السفير السوري بتطبيق المعاهدة أي لا صوت هنا أن يعلو ويقاوم السلطة السورية وإذا كان يمهد للعودة إلى صفوف قوى الرابع عشر من أذار يؤكد جنبلاط أنه لن ينتقل من موقعه إنا نحافظ على موقع الوسطي وموقع الاعتراضي على النهج الجديد العنيف الذي يطل علينا فيها النظام السوري وبعض من حلفائه خاصة في بعض أحداث ترابلوس ويبدو قرأنا في الصحف اليوم بأن عناصر إرهابية أو سلفية بين هلالين قد تأتي إلى لبنان أو دخلت إلى لبنان من أجل القيام باغتيالات طيب من أين ستأتي؟ من مطار بيروت هو تحت سيطرة الأمن اللبناني أمن العام بالتحديد من الحدود الحدود مسيطرة عليها أيضا من الجيش اللبناني تذكرني هذه الأسطورة بأبعادس جملات الذي أصبح هدفا لحملة شريسة يقودها ضدها النائب ميشيل عون يرفض الردة على الأخير لست هنا لأجيب عن السيد عون فقط أقول الرئيس ليمان وقف وقفة شجاعة بالتسوية حول التسوية حول 8 مليار و 11 مليار لذلك هو تعرض إلى هجوم شنية وقف وقفة شجاعة عندما رفض تطبيق بنود المعاهدة وقال أن القانون الدولي فوق المعاهدة اللبنانية السورية ورفض تسليم بعض من جنود الجيش السوري الحر العزل إلى الإعدام إلى سوريا وسنرفض معه اليوم تعيينات تطل علينا أسوأ من تعيينات عنجر بأيام رستم غزالي نشكل ورئيس سليمان كوة اعتراضية هذا ما يقوله جملات نتمنى فقط على رئيس ميقاتي أن يحافظ على وسطيته لأن من صالحه السياسي والانتخابي وإلا هذا شأنه هل يمكن أن تستقيلوا من الحكومة؟ كل شيء في وقته جملات يحذر من مخاطر اعتماد النسبية في الانتخابات النيابية المقبلة فمن برأيه المستفيد من هذا القانون؟ اليوم بالنسبية يريدون السيطرة المطلقة على مجلس النواب بأغلبية لا تناقش لا تعجبهم البعض الصوت الوسطي النسبية هي لتحضير مجلس طيع نيابي لانتخابات رئيس جمهورية قد يكون أسوأ من إميل الحود عندما كان التمديد رافضا الغوص في تفاصيل التحالفات الانتخابية يرى جملات أنه لا تزال هناك عقابات كثيرة للوصول إلى تذكير جدي بالانتخابات ترجمة نانسي قنقر